تنظم إلينا السيدة يومن حلاق باحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان من لندن أهلا بك سيدة يومن التصريحات الدولية تؤكد على محاسبة المسؤولين على استخدام الأسلحة الكيموية في سوريا هل هناك توقعات لبدء عملية محاسبة حقيقية وجدية؟ أهلا أستاذ رهف طبعا نحن بالتأكيد نأمل دائما بوجود مساعي حقيقية وجدية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا فيما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية أو غيره حتى وفي الواقع كان حديث الممثلة السامية لأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح متفائلا لكن بذات الوقت علينا أن لا ننسى أن الأسد لا يولي اهتماما كبيرا للقرارات الدولية ويتعامل معها باستهتار شديد وعلى مدار الأعوام السابقة لم يكن هناك ردع حقيقي لهذا الاستهتار والانتهاكات لا تزال مستمرة يعني حتى الآن في الفترة ما بين كانون الأول 2012 حتى آذار 2024 وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قرابة 222 هجوم بالأسلحة الكيميائية في سوريا وكان النظام مسؤولا عن قرابة 98% منها ولحد هذه اللحظة بدلا من محاسبته على جرائمه نجد مناخا عاما من التراخي مع النظام وهذا في الواقع جزئيا شجع بعض الدول لإعادة علاقاتها والتطبيع مع النظام سيدة يومن ما هي التدابير التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي لمنع استخدام سلطة الأسد للأسلحة الكيميائية في المستقبل؟ أصدر مجلس الأمن سابقا العديد من القرارات التي تدين استخدام النظام الأسلحة الكيميائية وتمنعهم من استخدامها مرة أخرى لكنه كان في كل مرة ينتهك تلك القرارات ولا يأبه لها كذلك تم تطبيق العديد من العقوبات على النظام السوري بسبب استخدامه للأسلحة الكيميائية مع ذلك لم تشكل هذه الإجراءات عامل ردع كافي أعتقد أن التدابير الحقيقية التي قد توقف أي نوع من الانتهاكات في سوريا سواء متعلقة بالأسلحة الكيميائية أو غيرها هي السعي نحو تحقيق المطالب الأولى للحراك الشعبي وهي التغيير السياسي يعني مضى 13 عاما والأسد مستمر في انتهاكاته لأنه يدرك أنه بطريقة أو بأخرى سيتمكن من الإفلات من العقاب نعم سيدة يومن ما هي الإجراءات التي يمكن للمنظمات الحقوقية والأممية أن تتخذها في دعم جهود محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا نحن نؤمن بائما أن التوثيق هو القطوة الأولى نحو المحاسبة لأنه يرفر الأدلة الكافية لإدانة مرتكبي الانتهاكات وهو ما تقوم به الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ بداية تأسيسها فتوثيق الانتهاكات يعتبر الإجراء الأول الذي تستطيع المنظمات الحقوقية والأممية أيضا من خلاله أن تساهم في دعم مسار المحاسبة أيضا تستطيع المنظمات الحقوقية والأممية مناصرة الضحايا بطرق مختلفة من الممكن أيضا أن تنظم حملات لدفع عجلة المحاسبة إلى الأمام وأن تستمر بالتذكير بالانتهاكات الواقعة على المدنيين وضرورة اتخاذ إجراءات لمنعها على سبيل المثال في العديد من تقاريرنا التي تناولت قضايا الأسلحة الكيميائية قمنا بتشجيع دول العالم على رفع دعوة ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكاته المتكررة لاتفاقية حضر الأسلحة الكيميائية على غلار الدعوة التي رفعتها هولندا وكندا أمام محكمة العدل بموجب اتفاقية منهط التعذيب نعم شكرا لك السيدة يومن حلاق باحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان كنت معنا من لندن